السلام عليكم، إن شاء الله عن سلسلة إليهم القابلة جديد عن سلسلة خامة الدهنات والتي person وفيديو من اليوم الذي سنشرح بلها عن مادة الجمالكة ومادة الجمالكة ومادة أساسية في دهن الأسطل طبعا فيه من هذه البيدة والجمالكة الحمرة فيديوناهذا الدهانا نشرح على جهد الجمالكة الحمرة وطبعا مثل كل فيديو ببدأ مع استغامل المادة وستعمل مادة طبعا أول هي سلسلة مسالكهم المadequ schauen هذا شكل الجمالكة الحمرة طبعا إليكم لا نرى كده تمام شكل عامزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز هناك جمالكة تابعة تابعة جمالكة تابعة الأخر diciendo نشر جمالكة كالبيضة وهن تنف Give to A نبدأ دلوقتي نستخدم الجمالكة على شكلها. سوف نشاهد شكلها بعد التدوير بيكون معنا السيبرتو. تمام? زي ما انتو شايفين كده سيبرتو احمر. حاول دايما نجبيه الشففية بتاعته. تمام? اهو. شايفيني الشففية بتاعته امنا ازاي? سيبرتو احمر. نفس الشكل ده كده. اهو. طبعا عشان ندور الجمالكة معي بجيب علبة فاضية. تمام? اللي يزيزة بتاعت التنها. وافع منها جزء كده. اللي هو الجزء اللي تحت. وابدأ استخدامها اللي انا احط فيها الجمالكة واحط فيها السيبرتو. هنبدأ دلوقتي نستخدم الجمالكة. انا معي شوية اللي انا بخطوم دول دول ربع كيلو. طبعا? ده كم ربع كيلو. طبعا الجمالكة لو انا مسلا معي بمقدار مسلا اه كيلو بحط مسلا عليه كنين كيلو سبرتو. تمام? يعني على حسب المقدار معي. لا بخليه لا خفيف معي ولا بخليه لا تقيل. طبعا لو خلته تقيل معي بيكون يعني ما بيكونش لطيف. تمام? ولو خفيف برضو ما بيكونش كويس معي. طبعا فترية الشغل. تمام? ابدأ دلوقتي. تمام? معنا هنا السيبرتو. بزدع صوب السيبرتو. طبعا الربع كيلو. لو هضيف عليه. هضيف مسلا عليه مسلا ايه? نسس كيلو سبرتو ولا حاجة. نسس كيلو. ازب النسس كيلو مسلا حقاب بسيقة. تمام? طبعا انا جاب معي هنا الجمالكة على الوش. اهي. تمام? انا مفروض اخلي الجمالكة ديت بزود منها مسلا حبة شوية. حبة مسلا كويسين يعني شوية عليهم. تمام? اهي. الجمالكة هنا لو لو هتظهر في الفيديو. تمام? علية معي. مفروض ان انا كده برضو ممكن برضو بعد التدويرها ممكن تبقى تقيلة معي فبزود لها برضو تاني. بزود لها شوية تاني. تمام? كده كويس جدا. اصيبها كده لحد ما ايه? لحد ما تضوب معي. طبعا اصيبنا الجمالكة شوية. طبعا حوالي بتاع عشر دقائق وربع ساعة. تمام? هنبدو هنعلبها. طبعا زي ما اتمنوا شايفينها كده. تبدأ تتحول للون ده. ما هيختلطها بالجمالكة لما كانت ورع. تمام? بالسيبرتو. بالسيبرتو الاحب. بيكون ده شكلها. هنبدأ نستخدمها دلوقتي على عينة. تمام? وهنبدأ نشرح دلوقتي انا ما استفد من ايه. طبعا انا حفاظا على الجمالكة. تمام? اللي انا مدور الكمالية. طبعا دي كمية كبيرة جدا بالنسبالي. لو انا بشتغل في حالة بسيطة. تمام? فبابدأ ان انا عندي انا فيه مشكلة في الجمالكة. السيبرتو بيتير بسرعة. تمام? فانا حفاظا على الجمالكة ديت ان هي مثلا ما تطرش معي. هون ما تدوز او تنشب بسرعة. بابدأ اللي انا بفشلها في زيزة زي كده. بابدأ اخد على قد الكمية اللي انا باخد شوية صغرين على قد الكوباية اكبر من الكوباية. بس يعني الكمية كلها بحيس انها مضيحش معي. بابدأ اصوب بانا كمية الجمالكة كريمة اشيلها في الزيزة. طبعا عشان انت اخادر لو حد جي اشتغلها كمية كبيرة ودورها. بلايش يسيبها بالطريقة دي. يعني بلايش يسيبها بالنوع يسيبها كده. من غير ما يغطيها ولا اي حاجة. طبعا فيه اللي بيستخدمها ويغطيها بكيس. طبعا انا بقى شايف ان افضل من كده اللي انا اشيلها في الزيزة. ووقتي ما باعوز استخدم اخد شوية باخد منها شوية. ما بين شايفوش يفضلوا زي ما اهمها. زي ما انتم شايفون كده. تمام? انا اشلتها في الزيزة. تمام? جاي معي ايه? اعتبر تلت الازازة. طبعا لو انا اقفل عليها بالغطى من فوق. تمام? حافظ عليها. وقت ما باعوز استخدمها على طول. بابدأ استخدمها. على قد الكيميل اللي انا عايزة. طبعا هابدأ استخدم عينة زي كده. تمام? استخدم عينة صغيرة. اه طبعا عشان لما بجد الجمالكة بديها بحاجتين. ايه ما باستخدم القطن معي. تمام? ايه ما باستخدم الرش. تمام? في الحالتين الموضوع قويس. بس الفكرة كلها لما بيكون بالقطنة بيكون ايه? يعني بيكون افضل افضل من الرش. الرش بيهضر معك جامل. تمام? هتلاقي الجمالكة يعني خلصت معك بسرعة. الا لو حد يفاهم بيعرف يستخدمها ازاي? طبعا انا عشان خاطر قد بالقطنة. تمام? بابدأ اللي انا الف القطنة لفة كده. بابدأ على حاجة عندي زي ضهر درجة او ضهر الدولابة او حاجة زي كده حاجة تكون خشنة. بابدأ اعمل حاجة اسمها سطوبين. تمام? بابدأ الف القطنة لف كده بحيس ان انا لما جاء استخدم القطنة ما تبقىش مفروضة معي. تبقى القطنة نقوّرها. تبقى قطعة واحدة. هابدأ استخدمها معي تبقى قطعة واحدة. تمام? مع الفها دلوقتي ونشوفها ونبدأ نستخدمها ان شاء الله. تمام? فبابدأ اجيب كده اي حتة خشنا عندي. تمام? احتري خشنا معي شوية. بابدأ الف القطنة كده لف. تمام? بابدأ كده هنا ادوار. طبعا انا عايز حدي بقطنة غيرة بس. مش هعمل سطوبين كبير. عشان هاشتغل يزوبك ايه? على حتة العينة. تمام? اتناها التانية. تمام? يكون ده الشكل لما بيقار معي. تمام? وابدأ اخد اللي ايه? الاحرف معي. اوه اخد الحرف اللي زي كده هو عشان ما ينتش معي. تمام? في حتة تانية غيرة. واخدها معي. تمام? هيسيب اللي ايه? العطنة كلها. اهي. بابدأ استخدم معي مفيش هنا ايه ينتش معي. طبعا ايه? بنفس الشكل كده. طبعا ده عشان حتة صغيرة مش بينها. ما بيكون السطوبين. السطوبين لما بيكون كبير ولا حاجة بتظهر فيها. هابدأ دلوقتي استخدم الجمالكة. تمام? استخدم السطوبين الصغير دوت. بغطسه كده في الجمالكة. تمام? ما بيجيش كده هو خرقان. وابدأ اشتغل بيه. طبعا ده غلط. بابدأ كده ده انا اعصر السطوبين معي. من الاطراف بنفس الشكل كده. حاول ازهره تاني. اهو. بالاطراف بابدأ دوس على الاطراف كده معي. اهو. اهو. تمام? بخلي القلبي. القلبي ملئ معي سلنا. تمام? بابدأ اجيب كده العينة. بابدأ اشتغل. تمام? زي ما انتم شايفين هكده. ايه. بسيبها برات بسيبها تستنى مثلا ديئتين ولا حاجة تنشف. وبعد كده بابدأ اقدرها بسطوبين تاني. تمام? هي ما بتلحش اصلا تاخد ديئتين. هي ضربك مسلا في ديئة اوال من ديئة كمان. الجمالكة معي بتنشف. بعكس السلر. السلر ممكن اقدره مدعبا ما انشف معي. تمام? ابدأ اقدره سطوبين تاني. كل ما بادي سطوبين ورا سطوبين ورا سطوبين بيعمل معي اللحمية. هي بتكون الطبقة خفيفة. تمام? في الاول. وبعد كده الطبقة بتبدأ ايه? تظهر معي. طبعا لو وديت جمالكة وعدت ناعم وعدت ناعم. تمام? بيوصل معي الشغل المستوى جميل. طبعا ده بيبقى كويس معي. في شغل لو انا عادي اندي شغل قديم مثلا زي مطبخ قديم. طربيزة قديمة. عاوز اجددها. تمام? الجمالكة دي افضل حاجة معي. تمام? اهي? تمام? بس خلوش اكتبها اتعامل ازاي? ناضيت. طبعا انا لو عندي حاجة قديمة. تمام? وعد اديها جمالكة. تمام? بس بعد ما انا اطفها. لو مسلا لها وساخة او حاجة زي كده. اه بان اطف الحاجة اللي عليها. وببدأ اللي انا استخدم عليها الجمالكة. طبعا انا مدي او لسا مدي يعني ملحيتش. لو انا هطلع على الحاجة كويسة بدي لها طبين وراء الثاني وراء الثالث ولا الراجعة. لحد ما اطلع معي بيه بمستوى كويس. طبعا لو انا هشتغل جمالكة بس. طبعا انا ممكن اشتغل بجمالكة. تمام? وبعد كده ببدأ اناعم الجمالكة وبدينا مسلا ايه? وش ولا نيش خفيف كده. ازا كم مرط نص ده مع المع. هيطلع برضو الحاجة معي افضل بكتير. طبعا زي ما شوفنا كده شكل الجمالكة. تمام? وازاي دورناها وازاي استخدمناها. طيب ايه هي الجمالكة وتصنع ازاي? طبعا الجمالكة المعلومات اللي انا عرفها ان الجمالكة دي بتكون افرازات لحشرة اسمها الاك. تمام? الحشرة دي بتتغز على الاشجار الموجودة في المناطق الاستوائية. طبعا الاستورجية او الناس اللي بتشتغل بالجمالكة ما بيفرش معهم مثلا هي جات ازاي وعملت ازاي. مهم ان نستخدامها وبيفيد معي ايه في استخدامها. طبعا انا كاسلام لما باجي استخدم الجمالكة باستخدمها في حاجات مهانة كتير. اه طبعا لو انا عندي شغل اديم باب عايز اجدده اه مسلا عندي مطبخ متبهد ولا حاجة وعايز مسلا ايه ياخد لمعة كده او ياخد ايه اه وش تنظيف. تمام? بيكون المطبخ طبعا طبيعي في اي مطبخ في اي بيت بيكون عليه زيوت عليه اللي هو السمن الحاجات اللي بيكون في المطبخ. تمام? طيب انا باعمل ايه با? بابدأ استخدم المطبخ ده. بجيب زي سلك. تمام? وصابون. وبابدأ اخسل الزيوت والحاجات اللي عليها دي. الحاجات اللي عليها دي. وبابدأ اللي انا اصنفر. تمام? وبابدأ ايه بعد بعد ما بنظف المطبخ. بابدأ ادي استوبين جمالكة. تمام? وبابدأ بعد استوبين جمالكة بلقط معجون لو في حاجات معي معجون. وصنفرها. وبابدأ اخدم جمالكة. ادي لها وش جمالكة. اتنين جمالكة. تلاتة ا اربعة على حسب ما انا واقف عليها الجمالكة. وبعد كده لو انا حابب اديها وش ورنيش خلال شكرا. مش حابب وشايف ان الجمالكة اظهرت معي الشغل ما فيهاش اي مشكلة. ان الجمالكة بتفيد معي الشغل وبتظهره معي الافضل بكتير. طبعا من الحاجات اللي بستخدمها تاني للمعجونة عندي مثلا ايه? زي بمس بها المعجونة. يعني كمثال انا عندي مثلا البروتان. لما بجأ رش بروتان ولا حاجة? طبعا البروتان في طبيعته. لو انا برش بيفتح للمعجونة. في البوليستر لما انا بجأ رش بيغمق للمعجونة. فانا بعمل معادلة ما بين الاثنين. يعني الجمالكة نوحها بتغمق المعجونة. والسيلر بيفتح المعجونة. فانا مثلا لو هدي بوليستر تمام? بابدأ اللي انا البوليستر هيغمق معي المعجونة. فبابدأ ادي له سيلر. فيفتح معي المعجونة. فانا لما اجأ رش البوليستر يطلع معي المعجونة مزبوطة. في البروتان كذلك. البروتان اللي انا عندي بيفتح ايه? بيفتح المعجونة. فيبدأ قد انا ادي له جمالكة عشان يغمق للمعجونة. فلما اجد بروتان يزلط معي المعجونة. فطبعا انا بستخدم الجمالكة في حاجة زي كده. طبعا انا عندي في حاجة تانية برضو بعد البروتان لو انا عندي مسلا ملاحظات اه معجونة ترديد الكلام ده كله. ببدأ اللي انا بدل بدل ما بدي سيلر بدهي مست جمالكة. طبعا باستفاد منها ان الشغل بيطلع معي راي وبيطلع شكل نظيف وبيبقى كويس جدا في الشغل. اه حاجة تانية باستخدمها لو انا مسلا عايز اعمل شوية تشميل. تمام? عندي مسلا اه شغل متجرح. اه عندي مسلا اه في حاجات فيها خربيش. حاجات فيها خبطات. فبقى معجنة وبقى عايز اعمل شوية لون على قديها. طبعا انا ممكن اعملها بشوية ورنيش. ممكن اعمله بشوية سيلر. بس انا الافضل معي انا كاسلام باستخدم الموضوع التشميل ده بالجمالكة. الجمالكة بتطلع معي التشميل طب افضل بكتير. بستخدمها معي مسلا بالالوان السبغات. بستخدمها معي بالاكاسيد. الجمالكة بالنسبة لي بتفرق بطريقة يعني كويسة جدا. بتطلع معي المستوى ورده كويس جدا. زي كان في الخدمة او زي كان في التشميل طبعا الجمالكة كان لها وظيفة كبيرة جدا اكبر من الوظيف اللي انا بقولها ديها. كمثال كان فيه زمان شغل بس طبعا انا ما احضرتهش فيه الناس الناس القديمة. مسلا ستين سنة وسبعين سنة اللي هم للصور جاله دايما. طبعا حضروا موضوع الشاشة. تمام? اه موضوع الشاشة ده بيفضل يده جمالكة جمالكة ممكن يعني انا بسمع ان هو ممكن يقعد يغدم في الوضع دي او يشتغل فيها لمدة تلات اسابيع ممكن توصل شهر. بس طبعا ببقى المستوى بتاعها بيكون مستوى عالي جدا. طبعا ده ليه لازمة دلوقتي مع وجود البروتان مع وجود البوليسة ما بقاش له لازمة. يعني اه دلوقتي موضوع البوليسة لما جه الجمالكة كان بيدي خامة في الشغلة. طبعا احنا شوفنا العينة معنا كل ما بنديها سطوبين ورا سطوبين ورا سطوبين بحس ان العينة بتظهر معي. تمام? بيعمل معي ايه? بيطلع معي لحمية كويسة جدا طول ما انا بستخدم. طبعا انا بقول لكم شغل الشاشة كان بياخد فترات كبيرة. يعني ثلاث اسابيع يعني مسلا انت سبيع بشهر. عشان خاطر يشطى بالوضع. فطبعا لما بيتيجي انت تشتغل في الحاجة مثلا اديتها بروتان او اديتها بلستر. و اديت لي الشغل خامة فكزلك انت مش محتاج تعمل موضوع ان انت تتعو بتدي جمالكة ورا جمالكة زي شغل الشاشة القديم. ليه? ان كان شغل الشاشة القديم ما كانش موجود الخامات دي. فلما الخامات دي ظهرت ريحت الجمالكة. بقى الجمالكة لها استخدام معي. زي ما وصفناك كده لو عندنا شغل قديم وعايزين نلمعه او نستخدمه في تشميطات في استخدامات وحاجات تانية كل واحد وعلى حسن ما بيستخدم الجمالكة في طريقة شغله. طبعا انا بحاول اشرح الفيديو بطريقة مبسطة ووصل معلومة على قد مقدر. يا رب يكون الفيديو عجبك وان شاء الله اشوفكم فيديو جديد في سلسلة الخامات الدهانات تأسيس وتشطير. سلام عليكم.